تعالا نشوف إيه المبادئ الدفاعية اللي ما عملهاش محمد هاني واللي تسببت في هدف الوداد التاني يلا بينا أول حاجة عملها هنا إن هاني يقدم الارتداد الدفاع بشكل مميز جدا وابتدى إنه هو يتفوق مركزيا على لعب الوداد اللي عايز يهاجم المساحات الخلفية تاني حاجة عملها صح إنه عمل عملية الرصد والسكان لللعب اللي عايز يهاجم المساحات وابتدى إنه هو ياخد شوية معلومات ويحدد مكانه فين بالزبط يركز كده دي اللي سكان التالتة اللي عملها هاني يعني عمل تلاتة سكان في اللقطة دي هاني قدم ارتداد وقدم سكان صح جدا وابتدت المرجعات تتحدد بالنسبة للشخص وبالنسبة كمان للمساحات وبالنسبة كمان للكورة بالتالي هو عمل كل حاجة صحة في المشهد ده معادة حاجة واحدة اللي هي اسمها اعتراض الكورة نفسها اللي هي الانترسيبشن المبدأ ده بيقولك إنك بتعترض الكورة في طريقها يعني انت شاف الكورة هتتلعب فين وهتنزل فين بالزبط فبالتالي انت بتتحرك ناحيتها عشان تعترض مصارها فبيكون تمركزك المفروض بين الممرر والمستقبل أو ما بين الممرر ونقطة الوصول المحتمل للكورة بالتالي هنا محمد هاني أصلا ما تحركش ناحية الكورة أساسا هو فضل واي في مكانه مستنيع لحد ما تنزل وبالتالي لعب الولاد بتاد أنه يروح لها أسرع أساسا بص محمد هاني هو ما عملش أي حاجة أساسة ما عملش أي أكشن يؤكد أن فيه اعتراض للكورة أساسا بالتالي هاني هنا عمل كل حاجة صح ارتداد صح اسكان صح مرجعية صح لكن الأكشن النهائي نفسه ما تعملش انت كل الخطوات اللي فاتت اللي انت عملتها دي ملهاش لازمة خالص من غير ما تعمل الأكشن النهائي بتاع اعتراض الكورة نفسه طبعا لقطة زي دي هتبين قد إيه ما مدى الكسور الزهني اللي بيعاني منه اللعب المصري عموما ترجمة نانسي قنقر